وخرج البرلمان عن صمته محددا الخميس موعد التصويت على الموازنة دعوة هي للشكل أقرب فالتوافقات لم تصل لمرحلة الاتفاق والنواب لا يعلمون على ما يصوتون فالمسودة النهائية لم تعمم والمالية النيابية معلقة اجتماعاتها إلا من بشرت الأحزاب بهم وهناك من يتحدث عن اختطاف لموازنة البلاد العامة خطف الموازنة من قبل الملاتشة هناك 2 أو 3 ملاتشة خطفوا الموازنة حوالي أكثر من 10 ثيام ما مجتمعين ما يخلونا نجتمع لك توجيهات بعدم الاجتماع فما جاء نجتمع يسوون المناقلات يرتبون أمورهم احنا كالاجنة مالية شوك تنشطب احنا ورانا صياغة لغوية ورانا صياغة قانونية تعديلات قانونية وتنقيح ورانا مواد مضافعة للمحاورين والعقود والعجرة وغيرهم والتدرجة الطبية والأواء كلا هاي المواد أفكارين يطرحها عسنا أولا تاخد تصويت ورانا ملحق الشهادات المدني مال الدفاع والداخلية ورانا المناقلات ما نسوينها زي هاي احنا يمتل حق نسويه فهم حقا كأنه حاصينا باللحظات الأخيرة يبدون انهم فقط نقعد بس نطي شرعية للموازنة ونجي بيوم التصويت وتمر بطريقة سريعة باتفاق الملاجة موازنة عام 23 و24 و25 هي كانت غير شفافية صدرت بجداول تكون هذه جداول مباشرة الرقم ما بها تفاصيل هذه مخالفة لتصدر قبل عشرين عشرين عقدة الأكراد في الموازنة حلت بتوافق مع الكتل هكذا تحدث أعضاء في الديمقراطي معلنين عن حضور وتصويت على الموازنة لكن الخلاف على فقرات الإقليم أو بعض التعديلات قد تعكر سير الجلسة المنتظرة من بعض النواب المعترضين يوم الخميس سيكون تمرير الموازنة بعد أن تم كثير من الحوارات والاتفاق على حتى النقاط الخلافية بين الحزب الديمقراطي وبقية الأخوة في اللجنة المالية إضافة إلى رأسها الكتل السياسية وسيكون لهم حضور حزب الديمقراطي داخل مجلس النواب في يوم التصويت إن شاء الله خطوات على جلسة التشريع وستنتهي عندها كل الأعذار بلا حجج أو حديث في الفاض لا وقت للنقاش بعدها الخدمات سيظهر نور الحكومة عليها والبرلمان سيكون في خدمة التنفيذ لفقراتها فهي الفيصل بين التنفيذ والتعطيل من قبل المعارضين أو المؤيدين ضحامر الرشيد